تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي على الفوز في الانتخابة الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيسا لمصر من جانبه سمن الرئيس السيسي هذه اللفتة المقدرة كما تطرق الاتصال بين الجانبين إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول مسار القضايا العالقة بين البلدين